أعلنت السعودي أن ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام بدون أي قيود على الحجاج وأعمارهم بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19 وأوردت قناة الإخباري السعودية نقرا عن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعاء علانه في مؤتمر صحفي في الرياض عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود بعد ما أجبر تفشي الفيروس عام 2020 المملكة على تخفيض أعداد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون الخامسة وستين عاما فقط